موسيقى يستعد نحو 72 ألف طالب وطالبة في ثمانية فروع أكاديمية ومهنية للتوجه يوم السبت المقبل إلى قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وفق النظام الجديد الذي أطلقت عليه وزارة التربية والتعليم اسم الإنجاز النظام الجديد والذي يطبق للمرة الأولى في فلسطين جاء وفق ما تقول وزارة التربية والتعليم لتقليل العبء الدراسي وتخفيف القلق والتوتر الشديد الذي ينتبه الطلاب وعائلاتهم كل عام مع اقتراب موعد امتحان الثانوية العامة وهو يتيح للطلاب فرصة جديدة لتحقيق نتائج أفضل عما كان مطبقا في نظام التوجه القديم لقد شهد هذا العام عام الإصرار والتحدي ولادة نوعية جديدة ألا وهي ولادة النظام الثانوية العامة الجديد الإنجاز إذ يتيح النظام الجديد للطالب فرصة إضافية في التقدم للامتحان وفي تحسين معدله أو استكماله لبعض المواد في دورتين في نفس العام لمن اجتاز بنجاح نصف المباحث على الأقل وعلاوة على الاختبارات المدرسية المعتادة نهاية كل عام دراسي يعتمد النظام الجديد على ما يسمى ملف الإنجاز وهو ملف خاص بكل طالب في السنتين الأخيرتين من دراسته تسجل فيه كل النشاطات والأبحاث التي أنجزها الطالب خلال العام في مسعى لتغيير نظام التلقين المطبق حاليا في المدارس والاتجاه نحو تعزيز قدرة الطلاب على التفكير والبحث والابتكار لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا إن المميزات والخصائص للنظام الجديد ستظهر بشكل جلي بعد التطبيق الكامل له بحول الله أن مسيرة التطوير لهذا النظام متصاعدة متوقدة وستشهد مزيدا من المضامين والإجراءات في العوام القادمة وفي مقدمتها إنجاز ملف إنجاز الطالب البرتفوليو والذي يمثل ثورة في أنظمة التقويم المرتكزة على المهارة والتميز في الأداء بدلا من التركيز على الحفظ والتذكر كما كانت العادة وتنتظر وزارة التربية والتعليم انتهاء اختبارات الثانوية العامة في دورتها الأولى من أجل تقييم النظام الجديد ومنا لكل طلاب الثانوية العامة أمنية التفوق والنجاح اشتركوا في القناة